أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العلي العظيم حوادث عجيبة حدثت في منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك قلنا أن هذه الآيات كلها هذه الليالي تصف حال المنافقين والمنافقات النسوان كانوا وياهم يتعاونون وياهم وخاصة عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى تبوك وقلنا أن المدينة تبعد عن تبوك حسب الكيلومترات اليوم 610 كيلومترات فبعيدة يعني قريب الأردن المهم ذهب رسول الله ومعه جيش الإسلام وفي ذلك الجيش أيضا منافقون يجعوا بعضهم في الرجوع من تبوك إلى المدينة في الذهاب عفوا في الذهاب ثل من رؤساء المنافقين كانوا يستهزئون برسول الله شنو يقولون يقولون هالمرة مو مثل المرات السابقة هذا جيش الروم الجيش القوي الممتد مساحة أراضيهم وقلاعهم من الأردن إلى أسطنبول الروم الشرقية بعد كل هذا أبيدهم ويذولا مجهزين جيش قوي ومطين راتب سنة لجيشهم وجايين يردون يهجمون على المدينة النبي قبل أن يهجموا ذهب إليهم وما صارت حروب وذولا كشرده المهم ما علينا بالقصة علينا بالحادثة التي ترتبط بالمنافقين في داخل جيش الإسلام بالطريق عندما يرحون هذول يقعدون مع بعض وتدري هناك خيم يخلون بالطريق يباتون في بعض المناطق يستقرون وجيش جاي من المدينة إلى تبوك فالخبر يوصل بالنتيجة شنو كان يقولون قالوا هالمرة الانكسار لجيش الإسلام واحنا نشرد وما علينا خلاص بعد ينتهي الوضع والرسول يقتل هذا قبل ما يرحون يعني قبل ما يوصلون إلى تبوك في الطريق هو الحمد لله راح الرسول وفاز وانتصر في الرجوع هذولا شافوا لا الغضية بعد لازم يتخذون موقف صارم شنو يسوون قالوا نقتل الرسول عجيب هذه الآيات لما واحد يقراها ويرح إلى تفسيرها وقصصها في التفاسير سواء السنة أو الشيعة يذكروها بالطريق بالطريق أكو جبال في الجبال أكو عقبات عقبات يعني أمكنة ضيقة في الجبال بس الطريق شكل إذا يردون يلتفون على الجبال هو لازم يمشون فشنو يسوون المسافرين أو الجيش يختصر الطريق بدل ما يلف على الجبال ويرجع يجي من الجبل نفسه والجبل أنتوا رايحين حتما شايفين الجبال أنا شايف تسلق الجبال أيام شبابنا جن نروح فأكو طرق ضيقة بمقدار بعير واحد يقدر يفوت أو حصان واحد أو فرس واحد دابة واحدة قالوا بس ما يوصل هناك إحنا ننظم ننخلي يشوفونا فنهجم على بعير اللي الرسول راكب عليه على وجهه هذا يهيم يهيم يعني يهيج فشنو أكو قدامه أكو قدامه منزلق يوقع يروح خلاص هذه كانت خطتهم مع الأساف إحنا بعد قضية أنه جواسير يجيون يقلون عيون ما يصير بعد لازم جبرايل يتدخل أوح الله إلى جبرايل اذهب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأخبره بالخطة الجهنمية الدسيسة استمنوا وياه الرسول الجيش خد يجي بس الطريق ضيق يقوده عمار بن ياسر ويسوقه حذيف بن اليمان دول المخلصان ضمن المخلصين المؤمنين مع رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما أنه عندما يصير هناك أنتوا اهجموا عليهم يعني أنتوا اضربوا بعرانهم أو جمالهم فلان وبالفعل صار هالشكل طيب كان وقت متأخر أو كان بالليل أو كانت عتمة ظلمة عندما انتهى الوضع الرسول سأل من عمار أو من حذيفة من حذيفة هل عرفتهم حذيفة قال لا بالفعل ما شافهم أكو رواية أن الله بعث صاعق أو نور بشكل أنه يعرفون فعرفهم حذيفة وأكو رواية ما أتصور من الإمام الباقر عليه السلام لا أنه الرسول نفسه بوحي من الله عرفهم وقال لحذيفة هذول في العدد اختلاف أكو في التاريخ بعضهم يقولون 12 بعضهم يقولون 18 نفار بس هذول رؤساء كبار من المنافقين شعال أنا أسمعهم هذول أجوا إلى المدينة خب وصلوا إلى المدينة أو في الطريق باتوا الخبر انتشر بعد في الجيش أنه عملية اغتيال مباشرة والنبي نجى من هذه المحاولة الاغتيالية من يعرف عمار أو حذيفة اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حذيفة أن لا يبيح السر لا تقول ليش قلنا ليش سابقا نكرر لأنه يصير حرب داخلية بعد والإسلام يتضعضع وهو في عنفوان شبابه الإسلام الدين الجديد اللي يريد يطهر الأرض فكان من المفروض على رسول الله أن يسكت ويسكت أصحابه عن البوح بأهسرار المنافقين يدرون أن حذيفة عرفهم سيشيسون اجوا إلى رسول الله رسول الله قال اشتويت ذي تليلة أو ذاك الوقت بالعقبة قالوا يا رسول الله كنا نلعب نخوضه ونلعب شلون تلعبون عمليات اغتيال تلعبون قالوا لا هشك الحجي يعني قلنا خلنجرب خلنلعب شوية مثلا نجي شلون الأطفال اللعبون مثلا هشك شوف شلون استهزاء هذه الآيات التي تلوناها لتوها نزلت في هذه الحادثة وهي في قضية غزوة تبوك عند الرجوع إلى المدينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من ناحية هذول لا يؤمنون بالإسلام وبالوحي وبرسول الله من ناحية ثانية يشوفون أنه الرسول كل فترة يبيح أسرارهم يكشفهم يعني فمن ناحية يؤمنون ومن ناحية ينافقون هذا تفسير التفسير الثاني أنه استهزاء يقعدون مع بعض يقولون ترى تدير بالكم يمكن تنزل سورة وإذا نزل السورة حولكم بأسمائكم تصير فضيحة في المدينة شي تسوون تفسير ينأكل بالنتيجة هذه حالتهم بعد ما رجعوا من تبوك وأرادوا اغتيال رسول الله قالوا إذا نزل السورة والناس عرفوا نفتضح في المدينة عند الناس عند العرب يقولون فلان وفلان وفلان 18 نفر حاولوا اغتيال الرسول عند الرجوع من تبوك شنسوي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني من الله سبحانه وتعالى على قلب رسول الله سورة تنبئهم بما في قلوبهم يعني التخطيط للاغتيال يكشف أمام العلن يصير سورة يعني يصير آية وتثبت قل استهزئوا هذا بمعنى أنه أصل قعدتهم ويقولون سورة ستنزل استهزئا لأنه في الواقع وفي كمون أنفسهم ما كانوا يعتقدون بالوحي فمثل استهزئا الحكي يعني قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الله يخرج ما تحذرون يعني الله يبين للرسول وبين منه هذول وبين الرسول لحذيفة سواء بالنور الذي أجه وكشف وجوههم أو بالرواية الثانية أن الرسول كشف أسماءهم وثبتها حذيفة في صدره يكشفهم بالنتيجة ولذلك قالوا يجون عند حذيفة يقولون احنا من المنافقين أو لا حذيفة مأمور من قبل رسول الله ما يكشف فيقول يلا الله يوفقكم مثلا يشرد من الجواب المهم ليس من عمل هذه العملية من حاول اغتيار الرسول المهم نفس القضية يعني أنت تصور جيش جاي من المدينة 610 كم رايح إلى تبوك وده يرجع متعب وذاك اليوم صعوبة بالطرق مؤونة يحتاج وبعدين كل واحد يجيب مؤونته يرجعون إلى المدينة منتصرين وهذول يسوون عملية اختهاج جدا صعبة هذه جدا صعبة في جيش الإسلام أكو نفوذيين عزب التعبير اليوم يقولون ناس نفذوا فيهم في خلالهم صعبة هذه ومن مقابل النبي مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى أن يدارهم لحفظ بيضة الإسلام تدري هذا عدوك تدري هذول مجموعة عداء لازم تقول شيء نفس القضايا طبقها هذا القريس نفس القضايا طبقها بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموقف أمير المؤمنين من الحوادث المؤلمة التي حدثت بعد وفاة رسول الله نفس الجواب قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون خب النبي عاتبهم طبعا يقول 18 نفار يجوا عند النبي يعني طلبهم النبي يدري بيهم بعد شنو سويتوا انتو ردتوا تقتلوني يعني اغتيال ولئن سألتهم يعني يا رسول الله إذا تسألهم ليش سويتوا شدي ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب المنافق شي سوي يريد في الحجة في الطريقة حتى يتهرب يقول احنا كنا نمزح يعني صحيح احنا رحنا فوق الجبل وصحيح انه اخذنا كمين عليك وعلى الدابة وعمار موجود وحذيف موجود بس ما كنا نريد نسوي شي لعبة كانت نخوض أيضا معنا اللعبة يجي مثل واحد يخوض في باطل يخوض عادة هذه الكلمة تأتي في الباطل يخوض في الباطل يعني كنا نلعب نستهزئ نجرب مثلا هاي شكل يظهرها منها هذه معجزة بعد هذول حقيقة إذا جفرائيل ما كان ينزل على رسول الله بأمر من الله الرسول كان يقتل وينتهي طريق جدا ضيق في الجبل يسمو عقبة عقبات الجبل معروفة الأماكن الصعبة للمرور بمقدار بعير واحد يقدر يمشي دابة واحدة وإذا واحد يجي هجم على هذه الدابة الدابة تخترع وتوقع والرسول قاعد فوق ولا عمار ولا حذيف يقدرون يساون شي شي سهول لمن يوقع في القاع شي سهول أب الله لأن هذا قضية مرتبطة بالله وآياته علاماته العلامات كل أمر يدل على الله سبحانه وتعالى المعجزات عنه جبرايل ينزل ويخبر النبي وبالرسول تستهزئون كنتم تستهزئون لا تعتذر قاموا يعتذرون يا رسول الله كنا نخوض ونلعب يقال أن بعضهم اعترف اليوم شفت في كتاب من التفاسير أن بعضهم اعترف وتاب ما أدري منه حقيقة دورت على اسمه ما لقيت يعني شعالنا بالاسمه أصلا تاب هذا بس اعترف بالنتيجة لا تعتذروا كلهم اعتذروا طبعا بس شنو قالوا قالوا كنا نخوض ونلعب يعني ما كان عندنا قرار جدي وعملي لاغتيالك هذا معنات ولكن الله يقول لا تعتذروا يعني العذر هلان ما يفيد بعد ليش قد كفرتم بعد ايمانكم وآية قوية هذه اقوى آية تقريبا من اقوى الآيات الصادمة الصارمة الغاضبة على المنافقين كفر بعد لأن المنافقين في الظاهر شنو هذوله مسلمين يتشهدون شهادتين يجون إلى المسجد يصلون دورات ويدفعون زكاة بالقوة أو للرياء كما قرأنا في الليالي السابقة هنا يقول لا انت كفار يعني وصلتم إلى درجة الكفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني كانوا مؤمنين لا في الظاهر كانوا مؤمنين بعد ايمانكم هذا في الايمان الظاهري لأن كنتم تحسبون من المسلمين بس اليوم بعد من الآن فطاعدا اردتم اغتيال رسول الله صرتم كفار لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم خب اذول اللي تابوا اشلون ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة يعني طائفة اخرى اذول صاروا قسميا كلهم اعتذروا وكلهم جابوا دليل انه كنا نخوض ونلعب ولكن بعضهم اعترف بالمؤامرة الاعتراف بالمؤامرة مهم وتاب وشفت واحد جابوا اسمه الان نسيت انا واحد من هذول تاب واستشهد في المستقبل يعني بعد وفاة الرسول في حروب كانت تحدث بعد وفاة الرسول المهم ان نعف عن طائفة منكم يعني نعف ان مو شرطية هذه فقط يعني حقيقة عفونا عن طائفة ليش يقول طائفة هذول 18 نفر 12 نفر هو الطائفة ما يصير طائفة يعني مجموعة كبيرة العلماء يقولون انه وراهم ناس هذول هذول منفذين هذول شياطين بعض هذول متهورين ارادوا قتل رسول الله بأيديهم خلص وراهم عوائلهم عشرتهم اقوامهم اصدقائهم ربعهم يعني بعضهم اعترفوا وتابوا مع الطائفة التي وراءهم والبقية شنو المقية ما تابه ولا اعترفوا ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة يعني طائفة اخرى ليش نعذب بأنهم كانوا ب يعني ليه يعني بسبب باء السببية يعني بأنهم كانوا مجرمين هذا ايضا درس للذي يعصي للذي يرتكب المعصية مرة الانسان يرتكب معصية ويندم احنا 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 الان في شهر رمضان شهر الغفران شهر التوبة حقيقة كلنا نادمين على اعمالنا هذه جدا خطوة ممتازة جدا خطوة مباركة ان الانسان اول خطوات التوبشن الندم اذا صار الندم قلبا وفكرا وموقفا بعدين لسه باللسان قل اللهم اغفر لي اللهم اني اتوب اليك او قل استغفر الله ولكن المهم القرار القلبي للندم هذا مهم اللي ما يسوي الشكل مجرم هذا لانهم لم يتوبوا ولم يعترفوا ولم يقروا ولم يتراجعوا يعني هالمرة ما صارت مرة ثانية نحاول هذا معناته نعذب طائفة يعني اخرى بانهم كانوا مجرمين طيب اهدال في دعاية اكو الان نقراها يتبين من هذه الآية ان المنافقون كانوا طوائف متشكلة احزاب يعني مجموعات عوائل عشائر اقوام مو انهم واحد واثنين فد واحد منافق مثلا لا عوائل كانت ليش بدليل المنافقات المنافقات صفة لمن للنسوة المنافقون والمنافقات معناته النفاق هذا الداء الخبيث استشرى الى عوائل كثيرة كل العائلة كانت منافقة رجالا ونساء مجموعات ولذلك يقول طائفة في الآية السابقة طائفة كانوا وقلت البارحة في رواية الامام الباقر ان الثلثة اصحاب رسول الله كانوا من المنافقين فاشنون احنا نقدس اصحاب رسول الله كلهم ما يصير وبعدين هاي الآيات اللي نازلة عن المنافقين حول اصحاب رسول الله تبين انه الصحبة مهمة الاخلاص مهم الايمال الحقيقي مهم وانا الصحبة شنو انا اكون في مع شخص اروح سفر حقيقة انا وفي او لا الوفاء مهم مو الصحبة الصحبة عادي كل الناس يمشون مع بعض يسافرون مع بعض يتزوجون من بعض من بعض عادي هذا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني هذول كتلة واحد يجيب خبر للثاني مجموعات كانوا يجتمعون في مسجد رسول الله بعد الصلاة يجل للصلاة ولكن كسالة كما قرأنا يجتمعون مع بعض في بيوتهم واحد يجيب خبر للثاني العوائل كانت منافقة النساء كنا منافقات بعضهم من بعض من صفاتهم شنو يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف اي منكر موجود هذول يأمرون به من المنكر شنو التجسس على رسول الله يصالوا الخبر الى المشركين الى اليهود الى الاعداء هذا منكر يأمرون به وبالمقابل ينهون عن المعروف المعروف الزكاة كانوا يمنعون كانوا يروجون يعني ثلة متلوثة همها تخريب القواعد الإيمان في قلوب الناس وبالفعل كانوا يعني ينجحون حقيقة واحد لمن يقرأ التاريخ يشوف انه نجاح باهر كان لهؤلاء جدا وش وكت بيّن بيّن بعدين بعد سنوات ظهر ظهر لسه واحد ما يقدر حتشي كل شي مع الاسف يلا صلوا على محمد الله يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم قبضوا اليد يعني البخل لمن يصير وقت العطاء للفقراء يشردون لمن يصير وقت الجباية من الزكاة يشردون ويقبضون أيديهم فالواحد يجي عند النبي من باب هذه الجملة قال يا رسول الله كان من المنافقين قال يا رسول الله أنا فقير ادعو لي النبي امدع له فرزق رزقا واسعا اشترى كمشات باحين ما شنو هوايا صار له مال كثير واغنام قصة مفصلة شب ذكرتها يناسب هذه الآية حتى انه خرج من المدينة راح اشترى بساتين واغنام واحشام لمن كان موجود قريب كان كل يوم يجي للمسجد نفاقا ابتعد شوية كل جمعة يجي ابتعد بعد والتهب الفلوس والبيع والشراء بعد ما يجي نزلت آيات الزكاة قريناها البارحة الزكاة كانت موجودة في مكة كم عنوان تقنينها في المدينة صار نزلت آيات الزكاة جبات موجودين يرحون العاملين عليها يحصلون الزكاة ويوزعون على الفقراء والغارمين كما قرأنا قالوا يلا فلوس سكات قال هذا يشبه الجزية يعني احنا كفار حتى يطفع الجزية ولم يدفع اجا عذاب كل رح بس في قصة مفصلة يقبضون ايديهم يقبضون ايديهم اليد هي التي تعطيه هذه مجاز طبعا في اللغة اللي واحد لمن ميريد يطي يقبض يده اشارة الى البخل ويقبضون ايديهم خلاصة هؤلاء شنو نسوا الله اجوا بعضهم اهتدى ظاهرا اسلموا ولكن نسوا الله والواجبات والمحرمات نسوا الله فنسيهم خب سؤال هل الله ينسى لا هذه من باب البلاغ يعني مثل ما هذول نسوا رب العالمين الله امتركهم مو معنى نسيان وإلا الله لا يسه حي قيوم يعني تركهم اهملهم احسنتهم لم يوفقهم مثل الآية الاخرى اللي ايضا حول القيامة ملي المهم كثير هذه الآيات موجودة في القرآن مو معنى النسيان واقعي وإلا الله لا ينسى نسوا الله فنسيهم تركهم وشأنهم مع ذلك ان المنافقين هم الفاسقون تأكيد على انه هذول فاسقون فاسقون يعني الذي لا يطيع امامر الله ويعصي هذا معنى الفاسق شنو نتيجته من ذلك دنياهم هذا وعد الله المنافقين والمنافقات ايضا تأكيد على المنافقات وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار شوفوا الكفار درجة جدا عالية من البعد الالهي من البعد عن الله صاروا مع بعض المنافقون والمنافقات افوا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار صاروا مع بعض صاروا في درجة واحدة شنو وعدهم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم يكفيهم بعض هذا التهديد لهم ان عذابكم عذاب خالد ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم مقيم يعني دائم يقيم عليهم هذه حالة المنافقين والمنافقات الطوائف التي كانت تبث السموم في جيش رسول الله خب شنو احنا شنو الحمد لله على نعمة الايمان نستفيد من هذه الاية حول مصير احنا نقرى تاريخ ونقول الله يلعنهم شنو الفائدة احنا الحمد الله مؤمنون ولله الحمد موالون الاهل البيت مقرون بولاية امير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه كل هذا صحيح وايضا عندما نعصي ونرتكب المعصية شنسوي نستغفر الله هذا توفيق عظيم توفيق عظيم واهم شيء انه ندم عندنا هذا مهم جدا هذه بذرة الندم يجب ان تغرس في قلوبنا انه احنا ندمانين على معاصينا على ارتكاب المعصية خب النفاق اكو موجود الان نعم اكو شلون اكو علائمة موجودة في الرواية الان بعد ما اكو قد انتهى الوقت بالنسبة لنا منها انه عندما يعد يخالف هذا من علامات النفاق منها انه يكذب خب هذه موجودة في مجتمعاتنا ايضا صفات المنافقين ايام رسول الله وقضية العقبة وقضية اغتيال رسول الله هذه قضية مؤامرة جدا علنية بس بس احنا معدنا نوع من النفاق بس مو ذاك النفاق اللي لا سمع الله يريد يسوي اغتيال رسول الله لا مو ذاك النفاق اللي احنا نعلن ايماننا ونبطن كفرنا لا ما معدنا هذا الشيء ولكن لنعرف ان بعض صفات المنافقين موجودة في مجتمعاتنا ايضا يجب ان يعتبر الانسان يستفيد من هذه الآيات احنا نقرأ قصص تاريخية وقعت في السنة التاسعة من الهجرة بعد غزوة التبوك خب شنو الفائدة كن يلعن الله يلعن الكفار الله يلعن المنافقين الاستفادة دائما من هذه الآيات انه لي يكون صفات المنافقين ولو بعضها موجودة في ذواتنا في تعاملنا مع الناس هذا مهم طيب اما الموعظة الاخيرة كعادتنا في كل ليلة عن ابي جعفر يعني الامام الباقر صلى الله عليه قال عليه السلام كان فيما وعظ لقمان ابنه لقمان هذا الحكيم المعروف لساك حدش انه كان نبيا او لا المهم كان حكيم وكان له ابن يعظه هذه المواعظ برزت في اقوال الايمة عليه السلام انه قال له يعني قال لابنه يا بني انتكو في شك من الموت احنا ما عندنا شك في الموت عندنا غفلة عن الموت اكو ناس شك اصلا عندهم في الموت اكو حالة هالشكل يا بني انتكو في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم يمثل لقمان يصور يعني يصور الموت مثل النوم النوم يشبه الموت هو موش موت بس بس بالنتيجة واحد لو من ينام شي صير لا يسمع لا يرى لا يحس واذا سارق البيت ما يفهم لا يفهم لا يعي البيت تم تقريبا نشكل بعض بس شوية اعلى انتكو في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك انتم متقدر تنسو هالش معنات شنو يعني لا يستطيع الانسان دفع الموت الموت وان كنت في شك من البعث بس انا معتقد انه اكو موت بس منه يقول احنا نبعث من قبورنا ويصير قيامة وان كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه الانتباه شنو يعني واحد نايم بعدين يستيقظ يمثل لقمان جدا تمثيل لطيف هذا واحد يعلم لأولاد للأولاد الشكل يعلم ان البعث شلون النشور يوم القيام شلون مثل واحد نايم يقوم من النوم يستيقظ وبالفعل الشكل وان كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه يعني اليغضة ولن تستطيع ذلك فإذا فكرت فإنك إذا فكرت في هذا ده يقول لابنه علمت أن نفسك بيد غيرك هذا إذا واحد يغرس في ذهنه الغرور يروح بعد نفسك مو بيدك بيد غيرك وإنما النوم بمنزلة الموت وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية اللهم اجعلنا في هذا الشهر الفضيل من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اغفر ذنوبنا ارحم موتانا اشفي مرضانا كثير دا يتصلون انتوا في مجالسكم اذكروا شفاء المرضى حقيقة يجب ان ندعو لهم اللهم اشفي كل مريض اللهم موتانا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له ترجمة نانسي قنقر